لسه بتحب يا إحمد ساعده على كريتية؟ لأ، ما قدرش أكرهه، بس ما قدرش أحبه إزاي مش فاهم دي فزورة؟ لأ مش فزورة بالله، ما قدرش أكرهه وما قدرش أحبه، ما بكرههوش لأن إحنا فترة طويلة جداً في السنين، متكلم في 16-17 سنة بكل الأشكال اللي... ما بتكرههوش فاهمة لكن ما بتحبهوش؟ لأ ما بحبهوش، أكيد مش هحبه أكيد مش هحبه مش هعيش على ذكره زي ما انت قلته والأطلال والخاجات عينيه عيني كده؟ آه سادي أكدب الله بس ساعد قالي... ما تاربني مشاكل بعد كده على فكرة في حاجات تانية ساعد قالي أظم في حوار لي إنه كنتوا بقيتوا أصدقاء بس أنا مش مصدق هو خانه التعبير شوي، هو يعني اللي بيعرف أحمد يعرف إنه مش متحدث جاي يعني بيتكلم بعشام مش لدركة إن إحنا نوصل أصدقاء عشام في إيه بالزبط؟ مش لدركة يا دكتور إن إحنا نوصل أصدقاء إحنا تقابلنا بالصدفة في عيد في إحدى الفنادق كنت أنا وعيلتي وهو كان مع أصحابه وتقابلنا وشوفنا بعد بعد الأحداث دي كلها وسلمنا على بعض وسلم على أهلي ويعني مفيش بيننا الهصة الصداقة دي يعني لازم نشوف بعض الصداقة تسأل علي عيد نقول لبعض كرسانون تطيب مش للدركات، هي هو بريك لي يعني أنا شفت طبعا واتبعات لي أكيد وشفت الحضرك بتقوله بس لحد دي قريب مش ممكن فجأة يبقى غريب لا ليه؟ ليه؟ مين قالك كده؟ أنا عايزة فهم بس الجواكي؟ أصلا قصة دي برضو مختلفة إحنا كنا أصحاب وكنا وكنا فاهم أصدي فلأ وبعدين هو مش في الحياة دلوقتي ولا صديق ولا أخ ولا حبيب ولا زوج فأكيد مش هعيش على الأطلال لو السؤال الحديد كنت بتسأله من الأول أو 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 دلت 13 سنة يا ريم 16 16 يعني عمر كامل أيوة طبع ما شاكد ما قداش تكرهه بقيت تديله مبررات وعشان لما تقبلنا أحبيه إزاي برضو؟ لا مقدرش أحبه مش هحبه أكتر من نفسي خلاص مش هحبه أكتر من نفسي أكيد أكيد يعني بس مش عارف ليه إحساس جواي أنك أنت بتحبيه أكتر من نفسك إحساسك يمكن سادق صلحي لي إحساسي قولي لي لا يعني حديك حسيتها إزاي أنت أقول لي يعني وصل لي إحساسك عشان أعرف أرد عليك مش ده وصل لي الانتحار أنك أنت فكرت في الانتحار بعد جوازه من سماين خرشان عمري 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 عمري